هل باتت الحرب بين الصين وتايوان أقرب لساعة الصفر؟ أم أن التصعيد العسكرية الأخير مجرد فورة بركان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان؟ زيارة بيلوسي أشعلت غضب التنين الصيني الذي لم يكتفي باستعراض إمكاناته العسكرية بل أطلق صواريخ باليستية فوق الجزيرة عملية بدأت قبل أيام بأكبر مناورات غير مسبوقة ومحددة الأهداف في ست مناطق بحرية تحيط بجزيرة تايوان وتطل على بعض أهم ممرات الشحن البحري في العالم تبعد في مواقع معينة بنحو 20 كم فقط عن سواحل تايوان شملت سلسلة مناورات بالذخيرة الحية بعيدة المدى في مضيق تايوان بمشاركة مئة طائرة تحلق فوق الأجواء التايوانية وقاذفات قنابل وأكثر من عشر سفن حربية تايوان لم تقف صامتة فالصين باتت تستفزها على أعتابها وزارة الدفاع التايوانية سارعت بإرسال طائرات مقاتلة لتحذير 22 طائرة صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها فيما أطلقت قواتها طلقات ضوء لبعاد أربع طائرات مسيرة حلقت فوق منطقة تابعة لها قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين ولجأ الجيش التايواني لإرسال طائرات وسفن ونشر أنظمة صواريخ برية لمراقبة الوضع التوتر العسكري بين تايوان والصين في أسوأ حالته منذ أكثر من أربعين عاما لكن ما مدى القلق من التدريبات العسكرية الصينية وهل هي اختبار للقدرات أم تلويح بحرب فعلية؟ في تعامل الولايات المتحدة مع تايوان فإنهم حارسون دائما على ضمان إيجاد التوازن الصحيح بين دعم تايوان ولكن دون تشجيعها على فعل شيء من شأنه أن يتسبب في صراع أكبر الخبراء العسكريون يخففون من وطأة الموقف ويشيرون إلى أن هذه المناورات العسكرية الصينية صممت لإظهار مستوى القوة التي يمكن أن تطليقها بكين ضد تايبيه في حال إذا قررت الصين السيطرة وحصار الجزيرة إلا أنهم أشاروا لمسألة أخرى هامة وهي أن الولايات المتحدة والصين ليست لديهما الرغبة في تصعيد التوتر إلى حرب شاملة روان حمزة العربية